تحت رعاية معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين قيم صباح اليوم حفل افتتاح كتيبة المشاء الألية الملكية 19 معسكر الفاتح وذلك بالتزامن مع احتفالات المملكة بالذكرى السادسة والأربعين لتاسس قوة دفاع البحرين فلدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى معسكر الفاتح كان في الاستقبال معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس هيئة الأركان وقائد كتيبة المشاتل آلية الملكية التاسع عشرة وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من وجه المنطقة وبعد عزف سلام معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين تفقد معالي حرس الشرف الذي اصطف لتحيته واستهل الاحتفال بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم بعدها ألقى قائد كتيبة المشاتل آلية الملكية التاسع عشرة كلمة بهذه المناسبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد ذلك تفضل معاليه بإزاحة الستار ذانا بافتتاح كتيبة المشاتل آلية الملكية التاسع عشرة مع اسكر الفاتح بعدها تم رفع راية الكتيبة كما شاهد معاليه فيلما قصيرا عن مراحل بنائها وفي ختام الحفل أدل معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين بتصريح قال فيه لقد أشرق يوم الخامس من فبراير 2014 ميلادية بإضاءة خير وبركة بتفضل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برعاية احتفال قوة دفاع البحرين بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيسها حيث تكرم جلالته بتجشين عدد من القطع البحرية الحديثة وتسليم الرايات للوحدات الجديدة التي تم تشكيلها حديثا ومن ضمنها كتيبة المشات الآلية الملكية التاسعة عشر التي بعون الله تعالى نحتفل اليوم بافتتاح معسكرها الجديد الذي يعد إنجازا كبيرا ولبنة متينة من لبنات القوة والمنعة في صرح قوة دفاع البحرين وبين معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن الستة والأربعين عاما التي تحتفل قوة دفاع البحرين بانقضائها بسنينها المباركة المتتالية وبأحداثها وتطوراتها تعتبر سجلا وطنيا حافلا يحمل في طياته الكثير من البذل والعطاء والتضحية حيث الإمكانات والطاقات والجهود الكبيرة التي تم تهيئتها لإبراز قدراتنا الدفاعية في صورة مشرقة ترضي طموحنا وتطلعنا وأكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة الدفاع كانت ولا تزال على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها على المسارين الوطني والأخوي الخليجي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهذه القوات الأبية قد شقت طريقا تفاعليا راسخا بين المقتضايات الدفاعية ومتطلبات التسليح والتدريب وسلكت مسارا تكامليا سواء على صعيد تحديث السلاح وتطوير المنظومات العسكرية وتهيئة المنشآت أو على صعيد تنمية القوى البشرية القتالية والإدارية الأمر الذي مكنها من تبوء الموقع المنشود منها كقوة وطنية اشتركوا في القناة